السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بالحلقة الاسبوعية مني انا حميد كيالي على قناة سيلفي سفورت حلقة اليوم بعد ريمونتادة برشلونة العظيمة على اشبيلية بثلاث اهداف مقابل لاشيء لحتى تعمل ريمونتادة المفروض انك يكون عندك شعور داخلي انك قادر انك تعمل ريمونتادة والمفروض انك تخلي الخصم كمان يشعر انه انت بتقدر تعمل ريمونتادة كيف ممكن تعمل هيك؟ المفروض تستحوز على الكرة المفروض تفرض رتم معين والمفروض تخلق بعض الفرص وتسجل مبكرا لو طلعنا على برشلونة باول ربع ساعة عمل كل هدول الاشياء وفعلا تسلل الشك للاعبين اشبيلية وفرض برشلونة كلمته بالشوت الاول بوضوح بسبب انه تطبق الافكار المهمة اللي ممكن تخلي لاعبين برشلونة ولاعبين اشبيلية عم بيشعروا بنفس اللحظة انه برشلونة قادر انه يعمل هاي الريمونتادة برشلونة ورونالد كومن رجع كرر مرة تانية خطة الخمسة ثلاثة اثنين اللي بتتحول للثلاثة خمسة اثنين بالحال الهجومية والبوتيقي للمرة تانية على التوالي خلال اربع خمسة اثبت انه ما عنده خطة مضادة او شي يقدر يتعامل معه للثلاثة خمسة اثنين الهجومية والخمسة ثلاثة اثنين الدفاعية اللي صار اليوم صراحة درس كتير كبير بالايمان بالنفس انه انا ممكن ارجع اعمل نتيجة لانه الاثنين صفر خاصة نتيجة الزهاب تركت اثر عند لعبين برشلونة انه انا كل اللي محتاجه هدفين لحتى اروح على الوقت الاضافي وهذا اللي صار وهذا السيناريو اللي رسموا برشلونة اطبق بالكثير من الجودة والكثير من الايمان والقدرة بالنفس انه انا ممكن اعمل هاي الريمونتادة وببعض الحظ اللي صاحب هذا الشي والحظ مطلوب بهاي اللحظات الحظ اللي فيه لحظات معينة غيرت شكل المباراة رح تحكي عنا بالتفاصيل اكتر فايزا بالربع ساعة الاولى برشلونة فرض سيطرته فرض استحواز مبالغ فيه وشبيليا كان بالمقابل مرتد ومدافع وعب يحاول يمتص فورة برشلونة المتوقعة جدا وفعلا قدر يخلق اكتر من فرصة برشلونة لحد ما اجا هدف دمبلي من تزديدة من خارج مطاط الجزاء غيرت وخلطت الاوراق تماما عند المدربين لانه شبيليا صار هون بموقف كتير صعب الموقف الاول انه انا اضل مسكر الملعب واحاول ادافع وما اتلقى الهدف التاني والموقف التاني او الفكرة التانية المفروض كانت عند لوبوتيكي بلعبين شبيليا انه انا اطلع بالقربة اطالع الضغط شوي لقدام احاول اهاجم لانه هدف واحد رح يخلي برشلونة محتاج يسجل اربع اهدف برشلونة هو اللي ما خلى اشبيليا محتار بين هذا الخيار واللهات لانه صار مقتنع انه خلي اشبيليا يستلم كرة ما عندك مشكلة انا كل اللي محتاجه هدف ومعي وقت طويل جدا حتى اسجل هذا الهدف خلي اشبيليا يستلم كرة خلي هو اللي يطلع ويحاول يهاجم يترك لي شوية مساحات انا بلعب على المساحات لانه عندي سرعات دمبلي وعندي مسي اللي بلقطة واحدة ممكن يغير لي المباراة كله وفعلا اشبيليا حاول يستلم الكرة وحاول يستحوذ وحاول يطالع البلوك لنص ملعب برشلونة لكن اتفاجأ بالخمسة ثلاثة اتنين الدفاعية اللي خلت برشلونة عنده كثافة كتير كبيرة بنص ملعب هاي النقطة كانت واحدة من النقاط القوة لبرشلونة بمباراة الدوري اللي فاز فيها اتنين صفر برشلونة اليوم تكرر نفس الشي اشبيليا ما قدر يخترق خماسي خط الوسط ومن بعدهم ثلاث لعبين بقلوب الدفاع كان برشلونة عم بقدر يفتك الكرة بسرعة كتير كبيرة وكلمة السر كانت بوسكتز ديونغ وبيدري لانه هدول الثلاثي كان عندهم افتكاك سريع كتير للكرة وخاصة ديونغ وبيدري كان في لياقة بدنية عالية جدا لانه اللاعبين كانوا عبيضغطوا للأمام كانوا عبيساندوا للخلف فانت محتاج تغطي مساحات ومسافات كتير كبيرة كانوا عبيقوموا بهذا الدور على اكمل وجه الشوط الاول برشلونة ما رفع الرتم اشبيليا ما قدر يختلق دفاعات وخط وسط برشلونة المباراة بقيت واحد صفر ورحنا على الشوط الثاني بالشوط الثاني بالعشر داية الاولى اللوبوتيكي تدخل لانه حاس انه فعلا المباراة يعني ما لا لطرفه بس كمان برشلونة رح يضغط فكان المفروض انه ينشط شوي ويعمل شوي تحيوية لخط وسطه فدفع براكتيتش بخط الوسط نافاس على اليمين بدل فيدال المصاب ولاعب بكريم رفيق كمدافع اضافي لحتى يحاول انه يكون عنده صلابة تامة بالدفاع لانه كان بيعرف انه كومان بلاحظة من اللحظات بده يغير الخطة وهذا اللي صار شوي كمان كومان بيدخل بيسحب ديست بيلعب بجريزمان بيغير الخطة للأربعة ثلاثة ثلاثة لانه كان محتاج مهاجم داخل صندوق شبيليا كان محتاج يغامر شوي اكتر بس اللي كان خايف منه كومان صار لانه اول ما تحولت الخطة للأربعة ثلاثة ثلاثة شبيليا ادري لاقي بعض المساحات بخطه الخلفي لبرشلونة والمرة الاولى اللي انه صاري شاف حاله واحد على واحد كان فيه ضربة جزاء لأوكمبوس اللاعب العائد من الإصابة واللي استخدمه لوبوتيكي كورقة رابحة بالشوت التالي ضربة جزاء انا برأيي كانت هي اللحظة المفصلية اللي غيرت شكل المباراة تماما او اللحظة الاولى المفصلية لانه كان فيه اكتر من اللحظة مفصلية بهذه المباراة لانه اشبيليا لو كان سجل هدف تعادل تقريبا مباراة كانت راح تنتهي يعني لانه برشلونة محتاج ثلاثة اهداف الوقت كان قرر بالدقيقة سبعين خمسة وسبعين صعب يعني امام هذا الدفاع المتكتل كان نفسيا ما هيكون اشبيليا باعلى لحظته كان برشلونة ما هيكون بأسوأ لحظاته النفسية لكن تيرش تيجن تيرش تيجن اللي كان دائما كلمة السر بكل الاشياء الجميلة اللي صالت برشلونة بالمواسم السابقة اليوم كمان قرر انه يكون هو الرجل اللي خلي برشلونة على قيد الحياة تصدى لضربة الجزاء وتغير شكل المباراة تماما لانه برشلونة حس انه باي لحظة ممكن يأكل هدف فكان لازم يغامر كان لازم يسجل الهدف التاني تحرك برشلونة ضغط شوي اكتر اشبيليا وتدخل كومن مرة تانية ولو انه متأخيرا وانا هوني شخصيا بلوم ولكومن صح تبديلاته بالاخير عملت نتيجة وهذا هو الاهم يعني لكن منطقيا انك تستخدم براثويت بالدقيقة تسعة وتمانين وانت كنت اللي محتاجه هدف واحد لحتى تروح على الاكسترا تايم كان برأيي تبديل متأخر جدا هذا التبديل كان لازم يكون بالدقيقة خمسة وسبعين كان لازم تكون مغامر لازم تكون شجاع اكتر شوي وتستخدم ترينكاو وتستخدم براثويت لانه كروت حقيقية ممكن تعمل لك فارغ خاصة داخل منطقات الجزاء وخاصة بسرعات ترينكاو لكن بكل الاحوال اتدخل كومن بالدقيقة تسعة وتمانين واللحظة المفصلية التانية كانت هدف بيك كي بالدقيقة اربعة وتسعين هدف قتل اشبيليا تماما كان واضح بعد الهدف الطريقة الهستيرية اللي عم يحتفل فيها بيك كي وكل افراد لعبين برشلونة ولما الكاميرا كانت تروح على وجوه لعبين اشبيليا كانوا صافنين صافنين عم بيفكروا انه كيف ما تحملنا دقيقة واحدة بس وصار فينا متل ما صار مع غرناطة المباراة بعد هدف بيك كي راحت للوقت الاضافي بالوقت الاضافي كان منطق انه برشلونة هو اللي بده يسيطر برشلونة ارتح نفسيا سجل هدفين خلاص صار وقفته على ارض الملعب مختلفة بالاضافة للطرد اللي كان كمان لحظة مفصلية كتير مهمة يمكن لحظة الطرد لما كانت واحد صفر النتيجة يعني كل مشجع لاشبيليا كان عبيقول انه ما في مشكلة لكن ما هدف بيك تغيرت الامور 2 صفر نفسيا حالة ممتازة ضد حالة عيسي جدا تفوق عددي حتى لبرشلونة وتفوق تكتيكي وفني على ارض الملعب فما في شي اشبيليا يقدر يعمله الا انه كان يدافع بالتسع لعبين اللي موجودين على ارض الملعب املا منه انه برشلونة ما يقدر يسجل هدف الثالث وتروح المباراة لضربات الجزاء وساعتها خلينا شوف شو كممكن يصير لكن برشلونة بهدف ثالث ممتاز جدا نهى كل المباراة نهى كل امال اشبيليا اللي ما كان عنده حتى ايمان انه ممكن يسجله هدف حتى بالشوت الاضافي التاني انا استغربت كتير يعني هلا خلصت المباراة بدي احكي شوي على الابوتيجي وطريقة دخوله على المباراة وطريقة تسييره لدقائق المباراة الفريق اللي ما ممكن بمئة وعشرين دقيقة يستحوز على الكرة ثلاث اربع دقائق متواصلة امام برشلونة اللي ما كان عبيضغط ضغط خرافي ضغط تبع منشستا سيتي اللي ما بيخليك تستحوز على الكرة برشلونة حتى بالشوت الاول بعد ما سجل الهدف ترك الكرة لا اشبيليا حاول يرتد هو على مناطقه ويلعب هو على المرتدات لكن اشبيليا ما كان عنده القدرة وما كان عنده ثقة بالنفس انه هو ممكن يسيطر على الكرة مباراة متكاملة لبرشلونة مباراة رائعة على بيكي اللي عاد بعد اصابة واضح انه عودته مفيدة جدا لانه اضاف الكتير من الخبرة ومن الهدوء لخط دفاع كان معروف عنه بفترة غياب بيكي انه فيه مشاكل كتير اخطاء فردية واخطاء جماعية ديونج 120 دقيقة مثل النحلة اللاعب بالامان بالخلف افتكاك صناعة لعب على اليمين على الشمال بصراحة قدم مباراة ممتازة وقلب اليوم كمان كان ممتاز جدا على الطرف اليسار كان دائما عنصر هجومي اضافي لبرشلونة بكل لحظة احتاج برشلونة حل من على طرف اليسار بدون ما ننسى انه مع دمبلي او بدون دمبلي الجهة اليسرى ما كانت عم تكون مملوئة بجناح حقيقي فقلبه كان هو عليه هذا الدور اللي لعبه بشكل ممتاز ميسي ما قدم مباراة كبيرة اليوم قدم مباراة عادية لكن مع هيك عناصر برشلونة الاخرى تكفلت بريمونتادة مهمة كتير وخلوا امال برشلونة كبيرة بانه يحقق لقب بهذا الموسم السيء جدا بانه يكرر الريمونتادة مرة تانية امام بريسان جرمان كرة قدم ما حدا بيعرف شو ممكن يصير لكن انتصار معنوي جدا بيخلي الكل يعتقد ويتأكد ويقامن انه الفريق على الطريق الصحيح حاليا لانه فيه روح فيه رغبة هاي البطولة لازم يفوز فيها برشلونة بطولة اللحظات الاخيرة بطولة الريمونتادات بطولة الاهداف اللي دائما عن تجي بالدائية 94 باللحظة الاخيرة وعن بينهار الفريق الخصم فهي بطولة فعلا مهمة على الصعيد المعنوي ومهمة في صراع الدوري جدا لانه هلا الدوري نفسيا صار برشلونة عنده تقبل لفكرة انه لا انا لازم اقاتل ولازم اروح واجيب اللقب من ريال مدريد ومن اتلتكو مدريد اللي عنده المباراة الاسبوع القادم وبرشلونة هو المستفيد الاكبر راح يكون من اي نتيجة راح تصير فيها لهون لهون حلقة توصل لنهايته بشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا